غير عادلة وهناك إزدواجية في المعايير عند معاقبة البعض بل ولم تردع من ارتكب الفعل الفاضح وهو ذات اللاعب الذي نال عقوبات سابقة عديدة لأمور معظمها مرتبط بالإنفراط الأخلاق أنا بس الموضوع ده بالنسبالي ياريتني كنت في الملعب يعني أنا ياريتني كنت في الملعب الحقيقة لأنه هل حضراتكوا تتصوروا أنه ممكن أطلع دلوقتي عمل نفس الحركات اللي عملها شيكبالة مع نادي الزمالك ولجمهور النادي الأهلي وتقول ليس لقى شبه حركات رونالدو هل حضراتكوا تتخيلوا أن في رد بهذا الشكل؟ هل حضراتكوا تتخيلوا أن اتحاد كرة القدم أو اللجنة الخماسية التي تديري اتحاد كرة القدم بتقول لك رونالدو عمل كده وصله تعرض لاستفزازات استفزازات ايه؟ يعني الكهرباء كان بيترمي عليه بمبوني مثلا هو الكهرباء كانوا بيقولوله احنا بنحبك قوي جمهور نادي الزمالك يعني كان بيقول لكهرباء احنا بنحبك قوي محطتش ليه في الاعتبارها هذي الأمور لما كنت بتتكلم على كهرباء الموضوع مش هي مجرد كده وبعدين هي الثقافة العربية ده الثقافة الأوروبية هو حضراتك بتتكلم في ايه؟ أي كلام بيتقلوا خلاص كل اللي بيحصل ده مسئولية واضحة جدا 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 على أحد المسئولين احنا